وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله أن العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة لها طابعها الخاص فهي تمتد في نسيج اجتماعي وثقافي واحد وتستند إلى أواصر الأخوة العميقة والجير الطيبة والتداخل العائلي والأسري بجانب قاعدة كبيرة ومتنوعة وثرية من المصالح المشتركة وأعرب سمو في تصريح له بمناسبة زيارته إلى السلطنة عن سعادته بزيارة هذا البلد العزيز الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب الإماراتيين قيادة وشعبا كما عبر عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمعه مع صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة منوها بنهج التواصل الأخوي الأصير الذي تحرص عليه قيادة دولة الإمارات وسلطنة عمان منذ تأسيسهما واستذكر سمو خصوصية العلاقات الأخوية التي جمعت الراحلين الكبيرين الشيخ زايد بن سلطان الانهيان والسلطان قابوس بن سعيد رحمهما الله ودورهما التاريخي في تعزيز هذه الروابط القائمة على المحبة والاحترام وقال سموه إن قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كبيرة ومتنوعة ونسع خلال الفترة المقبلة إلى توسيعها والبناء عليها وتنميتها واستثمار المقاومات والفرص المتوفرة في البلدين وعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان عن تطلعه إلى العمل مع جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور السعيد لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في مختلف المجالات وبناء أسس راسخة للمستقبل المشترك للبلدين وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن دولة الإمارات تعمل مع كل ما من شانه تقوية منظومة العمل الخليجي والعمل العربي المشترك وحريصة على العمل مع أشقائها وفي مقدمتهم سلطنة عمان في هذا الخصوص